كيف نعرف الساحر؟ أولا يخالف شروط الرقية لا قرأ القرآن ولا يأتي بالأحاديث الواردة في الرقية يتكلم بكلام غير مفهوم يتكلم بكلام عربي ثم يجعل المريض يتعلق به كأن بيده نفع الضر يقول العلاج عندي لا يمكن أن يعالجك أحد الآن وانا غير ما سأل عنك بعد ساعة كاملة نعم كذلك سأل عن اسم الأم وانا غير ما سأل عنه وانا غير ما سأل عنه وانا غير ما سأل عنه يأمر المريض بمخالفة الشرع وانا غير ما سأل عنه يقول له مثلا لا تصلي لا تختسل من الجنابة تأكل دون أن تسمي ولا بد أن تذبح ذيك ولا تسميه وتلقيه حتى يكون للشياطين مانا غير ما سأل عنه وانا غير ما سأل عنه يكتب حروف ألف سين كاف هكذا حروف مقطعة هي في الحقيقة كفر وأسماء للشياطين صلى الله عليه يحن يدعي علم الغيب يدعي علم الغيب يدعي معرفة ما في الضمير يقول أنت تحب فلانا أنت تعتقد كذا نعم كذلك يدعي معرفة الأشياء المفقودة أين هي أكذب الناس لعلا تأتي لديه كلمة واحدة صدق وتسعة وتسعين كذبة أو مئة كذبة كيف يكون علاج الناس عند السحرة هل يمكن أن يكون العلاج عند السحرة وفي القرآن والسنة لا يوجد علاج سحر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ حتى نتعلم أن لا نأتي السحرة نزلت المعوذات كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه نفسه وينفذ هذا العلاج التجاع إلى الله نعم لابد أن المسلم يعلم أنه إذا صبر ولم يذهب للسحرة قد يكون له أجر الجنة الساحر قد يطلب بال وقد لا يطلب بال لكن يطلب منك أشياء تعجز عنها يقول لك مثلا مرضك هذا خطير يحتاج إلى فأر أعمى تقول أنا من أين أتي بفأر أعمى؟ يقول هو عندي من يأتي بفأر أعمى لكن يأخذ كذا وكذا من المال مرأة أحيانا تتكلم مع أخرى مرأة تتكلم مع صديقة لها تقول زوجي أتعبري فتقول له هذه صديقتها تقول أنا أصنع له السحر ويكون كالخاتم في يدك من أن أصنع مرأة تتكلم مع أخرى أنت لا تصنعين هم شركاء في السحر شركاء في الكفر الأكبر كيف ترضى بالشرك؟ تريد محبة الزوج بالشرك الأكبر لا يمكن أن تنال المحبة والسعادة وهذه الأمور في الدنيا إلا برض الله سبحانه وتعالى قد يجد إنسان فقط سيارة فقط مال قد يجد هذا المال لكن نصر عافية السلام يفقد الدين نصر عافية السلام والله أعلم